اشتركوا في القناة ثم بعد أيضا يا شيخ ما يتم عقد النكاح حدود العلاقة بينهما وكذلك كان هناك متسع من الوقت نتحدث عن خطبة الرجل على خطبة أخيه الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على بينه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أما بعد فتقدم الكلام على ما يتصل بالخطبة وما يتصل برؤية الرجل المخطوبة ورؤية المخطوبة لمن يتقدم لخطبتها وفصلنا في ذلك تفصيلا أظن أنها إن شاء الله تعالى فيه كفاية وخلاصة الكلام أنه يسن للرجل إذا رغب في نكاح امرأة أن يراها وكذلك هي أن تراها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فالرؤية مشتركة لكن أذن للرجل وطلب منه لأن الرجل هو الراغب أولا وثانيا أن المرأة تتمكن من رؤية الرجل حتى في حال غير الخطبة بخلاف الرجل فإن رؤيته للمرأة لا سيما كان من زنتها مخفيا لا يتمكن من رؤيته إلا في حال رغبته في الخطبة وتكلمنا أيضا عن حدود ما تظهره المخطوبة لخطيبها إذا أراد أن ينظر إليها وأنه تبدي لهما يظهر غالبا وما جرى العرف بإظهاره عند المحارم والنساء دون توسع ولا تضيق لين في من الناس من يتوسعوا ومنهم من يضيق ما يتصل بعلاقة الخطيب بخطيبته لا يخلو الحال في الخطبة من حالين إما أن يرغب أحدهما في الآخر فعند ذلك تثبت الخطبة ويكون بينهما علاقة خطوبة وإما أن لا يرغب أو لا ترغب ففي هذه الحال ينفصل الارتباط وليس هناك بينهما موجب لأي نوع من أنواع الالتقاء أو نوع من أنواع التواصل فيما يتصل بإصلاة الخطيب بمخطوبته هناك اختلاف في العراف والمجتمعات الحقيقة هذا الخلاف الذي في العراف وفي المجتمعات ما يمكن أن نجعله هو الشريعة لأن الشريعة هي الحاكمة على أفعال الناس وعاداتهم وما ساد في مجتمعاتهم وليس العكس فلا يمكن أن نلبس ما جرى في العراف والعادات لباس الشريعة إنما الشريعة هي الحاكمة وبالنظر إلى علاقة الخاطب بمخطوبته بلا شك أن له حقا فيها وهذا ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشرت إليه قبل قليل لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فلو لا ثبوته الحق بتقدمه وخطبته لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فثبوت هذا الحق يوجب أن يكون هناك نوع من الحق في هذه المرأة بالنسبة لمن تقدم لخطبتها فلا يجوز أن يتقدم أحد لخطبتها وذلك إذا علم بأنها مخطوبة ما يتصل بحدود العلاقة بينهما العلاقة ليس هناك علاقة زواج بينهما لأن علاقة الزواج إنما تكون بعقد القران بالنكاح بما يسمى بكتب الكتاب ما يسمى بالملاك في بعض العراف أما مجرد إبداء الرغبة في النكاح وإنه أنا أرغب في زواج فلان أو فلان يرغب في زواج فلان هذا هو في الحقيقة خطبة وليس عقدا ولا يثبت شيئا بين الزوجين من جهة أحكام الزوجية فهي أجنبية من لا يحل له الخلوة بها ولا يحل له الاستمتاع بها كما هي لا يحل لها هذه الأمور فهي ممنوعة من الطرفين ما يحصل في بعض المجتمعات من المنع الكلي لكل لقاء حتى النظرة الشرعية هذا خطأ وخلاف ما جاءت بها الشريعة وما يحصل في بعض المجتمعات من الانفتاح وتكون الخطيبة كالزوجة يذهب معها ويأتي ويسافر ويختني بها ويتواصل معها بكل أنواع التواصل بل قد يقبلها ويضمها وقد يكون بينهما ما يكون بين الزوجين فهذا لا شك منه خلاف ما جاءت بها الشريعة فليس هذا الانغلاق ولا ذاكى الانفتاح هو الشريعة الشريعة وسط بين هذا وذاكي أي علاقة بين الطرفين لكن هذه العلاقة ليست علاقة زوجية فلا يحل له ولا يحل لها ما يحل للرجل من امرأتي وما يحل للمرأتي من زوجها بأنهما أجنبيا ما يتعلق بتكرار النظرة تقدم الميجوز أن يكرر النظرة إليها مرة وثاني وثالثة إلى أن يكون ما تطمئن إليه نفسه فيما يتعلق بالرغبة فيها ما يتعلق بالمحادثة هل يمكن أن يحاجم المحادثة خطيبته أيضا مسألة المخاطبة كمسألة اللقاء فمن المجتمعات ما هو مفتوح ومنه ما هو مغلق والوسط يجوز الرجل أن يكلم مخطوبته لكن بحدود وضوابط كلام أجنبي من الأجنبية وذلك بأن يكون الكلام غير فاحش ولا مفض إلى فتنة ولا موقع في مزلة بل يكون من غير خضوع في القول وأن يكون بالمعروف ولذلك الله تعالى ولا تواعدوهن السر وقولوا قولا معروفا قد علم الله أنكم ستذكرونهن فلا تواعدوهن سرا وقولوا قولا معروفا فأمر الله جل وعلا بالقول المعروف في صلة الرجل مع المرأة وفي صلة الخاطم مع مخطوبته ولا يجوز له أن يتمادى لكن إذا أبدى الرغبة فلا حرج وإذلك قال بعض الفقهاء مثلا إذا قال لأني في مثلك الراغب وأجابت هي مثلك لا يفوت هذا يعني قد يكون في بعض العراف هذا كلام غير لائق لكنه مما أذن فيه لأن يؤكد الرغبة في استمرار الارتباط طبعا ولن يكلمها بجفا وعنف وغلظة لكن أيضا لا يلزم أن يكلمها كما يكلم الرجل زوجته بكلمات قد تغري بشيء من الغير جائز في هذه الفترة فلا بد من ضبط الأمر ويقتصر في الحديث على ما دعت به الحاجة ودون أن يكون الأمر مفتوحا هكذا كما يفعل بعض الناس وإن كان بعلم الأهل فهذا أحسن وأطيب وابعد عن الريب والشبهات نعم حسن الله هذا ما يتصل بالجزية الأولى يتعلق بفرقة الرجل على خطبة أخيه أشارنا أنه له حق فلا يتقدم على حق يا أخي ما أدري إذا ترغب أن نتحدث عن هذا أو لا نجعله دعنا شيخ نؤجل بس حتى نأخذ قدرا من الأسئلة شيخ ترجمة نانسي قنقر